سلام المسيح مع بعض تنوصل لعيش فرح الكيامة وهلأ بترككم مع المحاضرة الأولى للمونسينيور أنتوان ميخايل يلي دايماً بيعطينا من وقته ومعرفته وخبرته لحتى نتعلم وننمى ونوصل للفصح المجيد الله معكم أخوتي المؤمنين برعية الأديسي ماريام بدوباي السنة كنا نتمنى نكون مباشرة معكم بالجسد ولكن بسبب الظروف الصحية ما قدرنا نجي به المنطقة نحن نبعث لكم بحسب طلب الأبونا طانيوس والمسؤولين بهالرعية المباركة المحاضرات بطريقة متواصلة نحن نقول إياكم فيها بقى نرحل فيكم بهالسلسلة المحاضرات للسنة وراح نبلش مبدئياً بأول محاضرة اللي هي عنوانا الكنيسة شركة القديسين أي الكنيسة العلاقة بين الكنيسة المجاهدة على الأرض والكنيسة المتألمة في المطهر والكنيسة المنتصرة أو الممجدة بالسنة بقانون إيمان الرسل اللي هو من القرن الثاني بالبند اللي بنعلن في إيماننا بالكنيسة يقول وأؤمن بالكنيسة شركة القديسين هالعبارة هذه أكيد مستوحات من رسلت بولوس إلى أهل كورينتوس لما بيحكي عن الكنيسة كجسد واحد وهالشي بيشير إلى أن الكنيسة مع الرأس اللي هو المسيح بشكل وحدة أعضاء مترابطة متكاملة فإذا عبارة شركة قديسين بتعني بمعناها أنه في روابط بين المؤمنين تجمعهم كجسد واحد بشراكي موضوع الأساسي الخيور السماوي أو خيور القداسي الرأس اللي هو اليسوع المسيح بيعطيها لها الأعضاء هايدي ويقيم بيناتهم هالروابط المتينة اللي هي روابط إيمان ومحبي ورجاء مثلا هالعبارة هايدي تشير إلى أنه نحنا بقلب هالكنيسة مرتبطين برعبة روحي كتير غميء بيجمعنا لبعضنا وبيجمعنا أهم شيء بالرأس اللي هو يسوع المسيح اللي منه نحنا مستمد كل قداسي وكل عطيه صالحة هالعبارة هايدي عبر التأليد أخذت ثلاث معاني أول معنى الشركة في القدسيات يعني نحنا لما منقول شركة القديسين نقصد فيها كمان شركة في القدسيات وهي هالشركة اللي نحنا منقوم فيها كل يوم لما منتناول جسد الرب هايك لما منكون عام نشارك بالإفخارستية يعني الإفخارستية بالتأليد الشرقي والتأليد كنائيسنا الشرقي كلها سوا بيسموها القدسيات أو الإلهيات يعني المؤمن المسيحي لما بيفوت على الإداس أو بيشارك بالزبيحة الإلهية هو يتناول القدسيات يعني هالغزاء هالإفخارستية اللي هي مقدسة ومقدسة وبالتالي أول معنى لهالعبارة أنه نحنا لما منتناول منكون فعلا عام نقوي الرابط بيننا وبين المسيح من خلال تناولنا لجسده هذا اللي بيقول عنه مربولوس إننا نحن الكثيرين جسد واحد لأننا نشترك بالخبز الواحد فإذا اشتراكنا بالزبيحة الإلهية اللي هو ما بتعلمنا الكنيسة هو واجب على كل مؤمن مسيحي بيتخطى قصة الواجب الديني لحتى يتحول إلى ضرورة بحياتنا ككنيسة كجماعة نحنا ملنا كاما ملنا أفراد كجماعة نحنا كتير مهم نفكر إنه هالكنيسة هي بتعطينا غزاء اللي هو ينبوع قداسي بالنسبة لأنه من خلال الإفخارستية وسائر الأسرار طبعا ولكن أهم شيء الإفخارستية اللي هي بتشاركنا بالقدوس اللي هو يسوع المسيح واللي منه نحنا بناخد هالقداسي فإيضا هالرابط بين المؤمنين بينشأ وبيتقوى من خلال مشاركتنا بالقدسيات اللي هي الإفخارستية المعنى الثاني هو إننا نحن أعضاء الكنيسة اللي هي مقدسة لأنه نحنا لما نعلن إيماننا بالكنيسة جامعة واحدة مقدسة رسولية يعني من خلال سر العماد نحنا صرنا أعضاء بها الجسد المقدس اللي هو جسد المسيح السري وبالتالي انتمينا مش إلى جماعة دينية أو إلى مؤسسة اجتماعين نحنا انتمينا إلى جماعة مؤمنين بيربطن هالرابط المقدس اللي حكينا عنه اللي هو بسر العماد بيعطينا هالرابط اللي بيربطنا بكل المؤمنين نحنا منقول الكنيسة هي جماعة المحمدين بالمسيح يعني هي جماعة الذين نالوا هالروح القدس بسر العماد وصاروا أعضاء حي بجسد المسيح وبالتالي العماد اللي نحنا أخذناه لما كاننا صغار أغلبيتنا هو هالدعوة الأساسية إلى القداسة واشتراك بقداسة الرب وبالروح القدس اللي هو بيجعلنا أبناء لله بالتبني هيدا اللي بيعطينا هويتنا الحقيقية هويتنا الحقيقية هي أن نكون مقدسين بهالروح القدس اللي نحنا نلناه واللي بيربطنا برجع بقول بالمسيح واللي هو بيجعلنا أبناء لله بالتبني وهي دعوتنا بالتالي إلى القداسة فإذا من خلال العماد نحنا كمان نقيم بين بعضنا هالرابط المقدس اللي بيجعلنا كمان شركة أعضاء حي ومقدسي بالمسيح المعنى الثالث هو شركة بين الأحياء والأموات وهوني المعنى اللي بيبين كتير بتأليد الكنيسة منذ القديم الكنيسة لما بتقول نحنا شركة قدسين هي تقصد أيضا أن هناك علاقة وترابط بين كنيسة الأرض وكنيسة السماء وبالتالي هناك كنيسة واحدة من أدي مجيب باللهوت المسيحي كان يقولوا الكنيسة عند ثلاث حالات يعني تعيش الكنيسة ثلاث حالات مترابطة متداخلة منا ثلاث كنيسة هي كنيسة واحدة مثل ما نقول بقانون الإيمان ولكنها تعيش بثلاث حالات أو بسميهم ثلاث مراحل بس الأفضل نستعمل كلمة حالي الحالة الأولى هي حالة الأرض يعني نحن المؤمنين الأرضيين ونسميها الكنيسة المجاهدة يعني عم تسعى حتى تعيش الدعوة إلى القداسي من خلال حياتها اليومية من خلال التزامة من خلال شهادتها من خلال أسرارها من خلال تقوسة تعليمة شهادة الحقيقة اليومية كلها سوى هالكنيسة المجاهدة التي تسعى إلى القداسي ونسميها نحن كنيسة الأرض أو كنيسة الأرضية اللي هي مرتبطة أيضا بالكنيسة التانية أو بحالة الكنيسة التانية اللي هي الكنيسة المتألمة واللي منقصد فيها الكنيسة المطهرية يعني الأشخاص اللي عم بعدهم عم بيعيشوا حالة تطهير وعم بيخاضعين لها العملية التطهير اللي بتخليهم يتهيأوا شوي شوي لحتى يكونوا بالكنيسة الممجدة وبالتالي الكنيسة على الأرض بتساعد وتعضد هالكنيسة المتألمة اللي هي بالمطهر بصلواتها بأدريسة منقدم القاربين على نيتهم منصليلهم ونذكرهم بصلاتنا منشتهد لحتى قدم فينا نكون بتواصل مع هالأموات اللي هني موجودين بحالة التطهير هالحالة التطهير اللي هي أكيد ممكن تبلش بها الحياة هايدي وبتكفي بعد الحياة ولكن نحن بيدل على أن نحن متضامنين مع الأعضاء المتألمة في الكنيسة والعبارة هايدي الأعضاء المتألمة في الكنيسة عبارة واسعة كتير ما بتعني بس الأموات الموجودين بالمطهر بتعني كل إنسان متألم كل إنسان ضعيف كل إنسان محتاج فبيتشكل تجاه هالأشخاص هاودي رابط أخوي متين بيخلينا نعضدهم بصلاتنا بشهادتنا بإيماننا برجاءنا بمحبتنا تنوصل الحالة التلتة اللي هي غاية كل إنسان مؤمن مسيحي وهي الكنيسة الممجدة في السماء أو المنتصرة منسميها يعني الكنيسة اللي وصلت إلى غايتها إلى كمالها إلى تمام خلينيقول إلى تمام الغاية اللي هي تسعى لألا عندما تتمجد في السماء بيها الكنيسة الممجدة أكيد في كل الأشخاص اللي كملوا بالمسيح بتسميه القديسين في الملايكي في العذرة في كل الأشخاص اللي عاشوا حياة المسيح نحن نعرفهم أو ما نعرفهم الكنيسة بتسميه القديسين تعلن البعض منهم قديسين على المسيح ولكن فيه أكيد كل إنسان مؤمن عاش حياته بإلتزام صادق بإيمان واعي وبمحبة كليه هذا إنسان أكيد يتمجد بالسماء فإذن نحن مع هالكنيسة الممجدة من شكل فإذن رابط هلأ فيه رابط روحي بيربط هالثلاث حالات من الكنيسة يمكن نحن ما منشوفه هذا خليقول حسيا هالرابط روحي ما منشوفه حسيا ولكنه رابط متين بتشكل من شو من ثلاث شغلات هالرابط الروحي بتشكل أول شي من الإيمان لأنه اللي بيجمعنا كمؤمنين بهالحالات الثلاثة اللي منعيشها بانتمعنا إلى الكنيسة هو رابط الإيمان بالمسيح ما هيك بالثالوس الأقدس اللي هو فعلا بيشكلنا مثل ما قلت بالأول كجماعة مؤمنين فإذن نحن الرابط الإيماني بيضل رابطنا نحن كمؤمنين بكل حالاتنا سواء كنا على الأرض أو بالمطهر أو بالسماء اللي بيجمعنا هو الإيمان بالمسيح المخلص والرب هالفعل الإيمان اللي نحن رددناه أو رددوا حدا عنا بالعماد اللي هو يؤمن بالرب المخلص والمسيح والمحي هالإيمان هيدا بيبقى مثل علامي مميزي للإنسان المؤمن هوية جديدة بيلبسها للإنسان المؤمن وبترافقه كل حياته حتى يوصل إلى السماء فإذن أول شغلة في عنا رابط الإيماني بيجمعنا كجماعة مؤمنين وبرجع بقول هالرابط الإيماني بيتقوى وبيتغزى بقد ما نحن نجتهد نعيش حياتنا المسيحية ونشهد المسيح ونمارس حياتنا المسيحية ونقبل الأسرار إلى سماع كلمة الله كل هالشي بيقوي فينا هالرابط الإيماني ما في أجمل من الكنيسة المنتشرة في العالم كلها سوا واللي بتجمعها وحدة الإيمان والاحتفال بالسر بتحسوا نحن هون بلبنان أو بدبي أو بصين أو بالهند أو وين ما كان رغم تقطع المسافات هلأ بين الدول لكن في شي بيربطنا هو رابط الإيمان كلنا سوا نسمي حالنا مؤمنين مسيحيين منتمين إلى هذا الجسد اللي هو الكنيسي واللي هو شركة قرديسين تاني عنصر بأوي هالروابط بيننا أو بعبر عن تضامننا بين أعضاء الكنيسي هو رابط الصلاة نحن منصلي لبعضنا معايك منصلي في وحدة صلاة تش معنا ما في أجمل مننا أنه المؤمن المسيحي اللي ما بيصلي ما بيصلي لحاله يعني مش أنا بيهمني بس خلاص نفسي وبس نحن منصلي ضمن هالشراكي اللي هي شراكة المؤمنين اللي بيصلوا كلهم سوا لبعضهم وللعالم صلاة الإنسان المسيحي مننا أبداً صلاة أنانية هي صلاة على نية كل المسيحيين الناس لحتى يخلصوا بولوس الرسول بيقول الله يريد خلاص كل إنسان معاه كل إنسان أن يقبل إلى الخلاص بالمسيح يسوع نحن صلاتنا لحتى العالم كله يخلص فإذا فيه شركة خيور هائلة هائلة سماوية بتعبر بين أعضاءها الكنيسة بتأمنها الصلاة ونما بقصد بالصلاة يعني بقصد الاحتفال بالأسرار بقصد الليتورجية بقصد الأعياد السن التقصية صلاتنا الشخصية صلات المسبحة اللي نحن نحملها كل يوم هالصلاة هاي دي تجعل هناك خيور فائدة من الخير الروحي برجعبول تعبر بين أعضاء هالكنيسة هاي دي لحتى إذا كان في حدا محتاج في حدا بده مساعدة في حدا بده عون في حدا بده عدد بساعات الشدة بساعات الضيء ما يحس حاله لحاله نحن منؤمن تماما أنه هالصلاة نحن نصلي إلى بعضنا إن كان عنانيتنا كأحياء كأموات مفعولة تأثير هائل بخلاص البشرية لأنه الله يسمع صلاة الكنيسي الله يلتفت إلى توسلات المؤمنين وأنا أكيد أنه بصلاتي أنا ولو كنت قاعد بمحل بكنيسة الكنيسي مريم في دبي أو بجبل علي أو أينما كان بصلاتي أنا اللي عم صليها بهالجماعة الصغيري أكيد الله بيعمل خير كتير 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 لأشخاص أنا ما بعرفهم لأني بيعرفوني اللي بيجمعنا هو بس وحدة هالإيمان اللي بتخليني اتحت بكل إنسان موجود على وجه الأرض وأكيد الله من خلال صلاتي اللي أنا بقدمها بني سليمي بني صافي بقلب طاهر هالصلاة هايدي أكيد بتخلينا نقول أنه الله من خلال هالصلاة هايدي أكيد من خلال صلاة الأدسين أكيد يصنع الكثير من الخير للأشخاص اللي هني فعلا بحاجة مثل ما تقولوا في منبع نعم الله بيوزعه حسب الحاجة وين في إنسان محتاج الله بياخد منها الكنز اللي هو صلاة الكنيسة ورجع بقول صلاة الكنيسة مش صلاة الأفراد يعني صلاة الكنيسة المعبر عنها لما منجي على الكنيسة لما منحتفل بها الأسرار مع بعضنا وأكيد صلاتنا الشخصية بعيلتنا ببيتنا كله هيدا بيشكل صلاة الكنيسة اللي هي الله برجع بقول يصنع خير لتيجيها كلها الأعضاء خاصة الأعضاء المحتاجي المتألمي المريضة الضعيفي كله نسوها هادي نشملهم بصلاة العنصر التالت اللي بيقوي روابط الشركة بين المؤمنين هو طبعا أعمال الخير اللي هي الإنسان يعمل يعني من خلال أعمال الخير اللي نحن بنعملها لأننا نحن ما بيكفن آمن فكريا أو نظريا أو بالعقل بس أو بالفكر الإيمان يترجم بصلاة بس أن أول شيء محلة حتى نترجم نحن إيماننا هو هالصلاة المنصلية بإيمان برجاء بمحبة أكيد ولكن العنصر التالت هالإيمان يتجسد في أعمال ملموسي من إحنا مصغار كانوا يعلمونا أكيد بكل الحركات هاي الرسولية الحلوية الأخويات اللي نشأنا فيها كانوا يعلمونا أن المؤمن المسيحي ما لازم يقطع نهار على ما يعمل فيه عمل خير مهما كان هالعمل الخير بسيط وصغير بس ما في ما فيني أنا نيم من عشي على المخد يقول وأنا مني قايم بعمل خير بتذكر هكي كانوا يعطونا مثل دفتر صغير اللي حتى نسجل عليه كل يوم شو عملنا نحنا من أعمال الخير هيدا دليل بسيط أنه الإيمان المسيحي يتجسد فيه أعمال ملموسي كمان كانوا يعلمون هالعمل الخير منه بس لألي أنا يعني أنا بعمل عمل خير مش لحتى متل ما منقوله يزيد رصيدي ببنك السماء معاك والله يرضى علي ويشوفني ويتأمل أنه أنا داشا عم بعمل مني هالعمل الخير هيدا كمان بحطوه ضمن شركة القديسين معاك ضمن هالكنيسة اللي متعاوني متضامني حتى بأعمال الخير لما كنا نحنا نعمل أعمال الخير يقولوا هالعمل هيدا بتحطوه على نية فلان معاك بزور باية الإربان على نية فلان بصلي هالماسفحة على نية فلان بس كمان بعمل عمل خير ما ما كان بسيط وبحطوه على نية فلان ما في أجمل من هالعمل لأنه بخليه يتخطأ لأسلحتي لأننيتي لحتى بعدين الله يشوف أنه أعمالي كلها ميح ويعطيني جنسي ما كلي هي السماء هم بعمل أعمال خير أيضا مندافع أنه هالعمل الخير أيضا تأثيره مثل الصلاة تأثيره أيضا خير على كل الكنيسة بس أنا عم تشوفه دايش نحنا كشركة قديسين نحنا عم نأموي انتمائنا للكنيسة بدي أقول أنه التعليم هيدا نحنا مرات كتير من نسابي عالم اليوم لأنه العالم اليوم بيطقى عليه الفردية روح الفردية والأنانية مش هيك اللي هي مش بس عم بتطال حياتنا العائلية أو حياتنا المهنية أو حياتنا الشخصية يمكن حتى عم بتطال حياتنا بقلب الكنيسة مدري مين معلمنا أنه يا رب كل واحد يخلص حاله نأ بالكنيسة ما في واحد يخلص حاله ما في واحد يكون لحاله بالكنيسة تعرفوا تماما أنه قوة الكنيسة وصلابة الكنيسة قوة الكنيسة وصلابة الكنيسة هذه جاية أكيد من أساسا اللي هو إلهي اللي هو الرب يسوع اللي هو سالوس الأقرس اللي هو الأسرار صلابة الكنيسة جاية من أساسا الإلهي ولكن كمان قوة الكنيسة واستمرارية الكنيسة مرتبطة أيضا بشهادة المؤمنين بقلبها الكنيسة بالتزامنا الحي فيها كأعضاء حي مش كأعضاء ميدي مش كأفراد لذلك إذا استمرت الكنيسة عبر الأجيال وستستمر حتى نهاية العالم وهيدا وعد الرب لأله أنا معكم إلى منتهى الدهر وقالنا كمان أبوابه الجحيمي لن تقوى عليها استمرارية هالكنيسة كمان مرتبطة بقوة الشهادة اللي عندنا إياها وهالشهادة نحن من أديها كجماعة مش كأفراد أكيد لما بيكون واحد بضيعته بعرف أنا تمام ولما بيكون ببلادنا بنحس أكتر بيحس الانتماء الجماعي لهالرعي بس كمان لما بيكون بالمهجر هالرابط هيدا لازم يقوى فينا ما لازم يخف أبدا يعني ما لازم نحس حالنا نحن مفلوتين متروكين بدي يقلكم ما في حدا إنسان مسيحي على وجه الأرض وعطة بقول حتى غير مسيحي لحاله هيدا فعل إيمان أوي كتير بس حتى أنا أشعر بهالانتماء ما بدي أنا أدخل بالفردانية اللي بيسموها اليوم اللي هي كل واحد بيدبر حاله وكل واحد بيبني حياته الخاصة ما هيك بيعمر هالجسور بيقطع العلاقات ما كتير من أوي هالروابط وهالتبادل بينتنا اليوم بديقول إنه عصرنا ما بيساعدنا لحتى نروح صوب الآخر لحتى نفكر بالآخر لحتى صوري نهتم بالآخر لحتى نكون فعلا على بحالي وحدي مع الآخر وهالآخر بقول بيبلش بالآخر اللي قعد معي بالبيت بيوصل للآخر اللي معي بالرعي بيوصل للآخر اللي هو بالكنيسي حتى نوصل للآخر اللي هو يمكن منه من ديني منه من طايفتي منه من مجتمعي هذا الآخر اليوم العالم ما عم بيساعدنا لحتى نروح صوبه الكنيسة تؤمن لنا أو تعطينا فرصة أنه يكون في عنا تواصل حقيقي مع كل إنسان على وجه الأرض بمعنى أنه هالرابط الروح اللي حكيت عنه من خلال شراكة القردسيين هالرابط الروحي هيدا بيخلينا نقول أنا متحد بكل إنسان عنده إرادي صالحة على وجه الأرض أنويين شكلين جسم واحد فإذا شركة القردسيين من ترجمة عمليا مش بس لما منجي على الكنيسة ومنجتمع لحتى نصلي لحتى نأبدس لحتى نحتفل لحتى نقوم بمناسباتنا الاجتماعية زواج عماد دفن هذا كله كتير مهم لحتى يعبر عن صورة الكنيسة المنظورة ولكن شركتنا قا قردسيين تتجسد أيضا من خلال هالرابط الروحي الخفي اللي برجع بقول نحن هلأ ما منشوفه لح منشوفه بقوته لما منصير بالسماء لما منضم إلى هالجماعة المخلصين كل إنسان كل إنسان عملت أنت معه خير إن كان خير روحي صليت له أو عملت معه عمل منيح خدمته عملت له شي خدمة منيحة كانت حديت منه بساعة الشدة بساعة المرض مثل ما قال الرب يسوع لما منعمل هالشغلات هولي منكون عم نعمله لأله منواجب الإنسان المسيحي كل إنسان سوف نلتقي به ما هيك هالإنسان هيدا بالسماء نحن نلاقي هالإنسان بالسماء رح يكون هالإنسان بديقول السماء أنا هايك بتصوره أهوتي محل حتى نقول ميرسي لبعضنا ما هيك يعني إذا اليوم بها الحيات هايدي ما قلنا ميرسي لبعضنا ما هيك ما شكرنا بعضنا على الخيور الهائلة اللي بتعبر بهالجسد المقدس اللي هو الكنيسي رح يجي وقت أكيدي ونقوله وج وج ما هيك هالإنسان اللي إنت عملت معه خير أكيدي رح يكون مليان شكر ونعم بسماء لأن السماء مثل ما قالت هي مكان لحتى نسبح ربنا لحتى نشكر ربنا على الخيور اللي أعطانيها خلال حياتنا وكمان لحتى نشكر كل الناس ويمكن لو حتى إذا كان فيه ناس أسأنا لقلهم معاك بي حياتنا هوني كمان الوقت من خلال شركة القدسين نطلب الغفران والمسامح لأنه نحنا أكيد أنه نحنا كل شيء منطلبه بيقوله الرب يسوع بإيمان على هالأرض نناله فكم بالأحرى هناك صلاة هائلة برجع أقول هائلة هي صلاة الكنيسي كجماعة بتألف هالشراكي للقدسين واللي بتخلي بتأوي بينتهم مثل ما قالت هالروابط وهالانتماء اللي هو صالح ومفيد لألنا بحياتنا الأرضية بحياتنا لما بوجودنا بها الحالة حالة التطهر وخاصة رح يشكل معنا جماعة الممجدين بالسماء أنا بتمنى أنه كل واحد منكن بها الرعية المباركة يكون يعيش فعلا وبصلي فعلا لحتى هالأشخاص اللي منتمين لرعية دوباي لرعاية دوباي يكونوا فعلا عم بيأوي بينتهم شركة القردسين وعن بيعيشوا ويشهدوا لها الشراكة بحياتهم إن كان بالبيت أو بالشغل أو بالعيلة أو وين ما بيكونوا بيكون فعلا فيها الرابط وأنا بعطيكم بركة ربنا يسوع المسيح لبراس الكنيسي أنه منبع الخيور ونعمة الروح القدس ومحبة الله الآب تكون مع كل الناس اللي عم بيشوفوا أو عم بيسمعوا هالمحاضرة المباركة والرب يحفظنا نحن وياكم أمين اشتركوا في القناة